إلى ملفنا الأخير سفارة البحرين أيضا توجه دعوة لعضو الكنيسة اليمينية المتطرف إيتار بنكفير لحضور حفل استقبال تقيمه بمناسبة عيد استقلال المملكة فعلى خطى جرتها دولة الإمارات وجهت سفارة مملكة البحرين في تل أبيب دعوة لعضو الكنيسة المتطرف إيتمار بنكفير لحضور حفل استقبال تقيمه السفارة بمناسبة ذكرى مرور 51 عاما على استقلال المملكة وكانت سفارة الإمارات في تل أبيب دعت بنكفير لحضور حفل استقبال أقامته السفارة بمناسبة استقلال دولة الإمارات ويتعرض بنكفير منذ نجاح حزبي في انتخابات الكنيسة إلى انتقادات أمريكية أوروبية وعلنت الخارجية الأمريكية أنها لن تتعامل مع بنكفير إذا أصبح وزيرا في الحكومة الإسرائيلية المقبلة برئاسة بن يمين نتنياهو وذلك بسبب آرائه المتطرفة ومواقفه التصعيدية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة أرحب بضيفي عبر الهدف عباس بوصفوان الكاتب والإعلامي البحريني من لندن أستاذ عباس بداية نهلا بك معنا لماذا تحتفي البحرين والإمارات كذلك ببنكفير طيب يبدو فقدنا للتواصل مع ضيفنا الكاتب والإعلامي البحريني الذي كان ينضم إلينا من لندن عباس بوصفوان فيما يتعلق بمشاركة بنكفير في اليوم الوطني الإماراتي قبل تقريبا ثلاثة أيام وهناك في السفارة الإماراتية في تل أبيب وكذلك الآن تأتي دعوة مماثلة من قبل سفارة المملكة البحرينية في تل أبيب أيضا لبنكفير من أجل المشاركة في اليوم الوطني البحريني من أجل أيضا الاحتفال بمرور 51 عاما على استقلال المملكة البحرينية ثم كان بعد ذلك هناك دعوة من قبل أو لقاء ما بين السفير الإماراتي أول أمس مع اسموتريتش المتطرف الصهيوني الآخر طبعا هما شخصيتان من أن نتوقع أن يتقلد مناصب حكومية في الحكومة الإسرائيلية المقبلة التي من المفترض أن يتم تشكيلها عبر بن يمين نتنياهو الذي يعود إلى سدة الحكم من جديد وهناك واضح رفض أمريكي واعتراض أمريكي وكذلك أوروبي على وجود هذه الشخصيات في هذه الحكومة الإسرائيلية أعود إلى ضيفي عباس مصفوان الكاتب الإعلامي البحرين الذي ينضم إلينا من لندن أستاذ عباس كنت أتساءل لماذا تحتفل البحرين والإمارات ببنكفير حقيقة هناك يمكن أن نلاحظ التالي في الموجة الجديدة أنشئت من التطبيع الجاري لأن الرئيس الإسرائيلي كان في زيارة إلى المنامة وزيارة إلى أبوظبي في الأسبوع الماضي وتضمن ذلك بطبيعة الحال هذه اللقاءات الآن مع شخصيات متطرفة في الواقع والملحوظة الأولى أن هذا التطبيع أو هذه الزيارات على هذا المستوى وهذه اللقاءات مع شخصيات متطرفة صهيونية تتم في ظل حكومة متطرفة مننا يعني معنى آخر كان يقال في بعض الفترات من أطراف المطبعة أن اللقاءات مع الصهاينة هدفها دعا القضية الفلسطينية وما شابه ذلك طبعا ذلك منطل على أحد لكن كل يوم يستوضح أن ذلك كان هراء كامل الدسم كما يقال في ظل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة مع أني لا أعرف حكومة غير متطرفة في تل أبيب ثم من جهة أخرى نادي اللقاءات مع هذه الأطراف اليمينية المتطرفة تتم في ظل رفض أبي عارم لقضية التطبيع لقضية الاعتراف بالاحتلال لدعم فلسطين ودعم القرس كما فهدنا ذلك بشكل واضح في المنديال في قطر أليس كذلك وبالتالي الآن يتضح أن الحلف القائم يقوم مع دولة الاحتلال بكهويتها عنصرية وطهيونية ومصر على التعامل مع الفلسطينيين بلغة العنق وليس إقرار أي حق بالمناسبة حين على سبيل المثال تراجع حتى الخطاب السعودي كما ينقله الإعلام العبري مثلا يتحدث عادل جبير بحسب الإعلام العبري الإعلام الصهيروني عن أن السعودية في الطريق نحو التطبيع وهناك معارضة من بعض المتطرفين في السعودية وعن على حكومة الولايات المتحدة أن تدعم الاعتدال بالسعودية أي أن تدعم القصر السعودي علما بأن التطبيق البحريني التطبيع الإماراتي هو يتم ضمن هذا المحور طيب باعتقادك هنا أستاذ عباس ما هي الرسالة البحرينية والإماراتية كذلك من وراء دعوة بنكفير للاحتفال بهذا اليوم الوطني وأيضا كان هناك تحدثنا عن سموتريتش ولقائه بالسفير الإماراتي يعني ما هي الرسالة في النهاية يعني كما قلت في التصور الموجود أننا بحاجة إلى علاقة مع الصهيين كما هم في متطرفئهم بالعكس المتطرفون العلاقة مع المتطرفين مسألة أساسية فيما يخص نظرية التطبيع البائثة هذه التي تتم بالمناسبة على خلاف ما يدعى من أنها ترمي إلى تسهيل التواصل بين الفلسطينيين وبين الصهاينة بمعنى آخر هناك من ناحية اعتقاد أن ترنح أو تراجع البيت الأبيض عن بعض ما اعتاد عليه بعض دول مجلس التعاون الخليجي قد يتم تعزيزه أو التعويض عنه بالتقرب إلى واشنطن وإلى المتطرفين فيه داخل عبر التقرب إلى تل أبيض على مختلف ألوانهم من ناحية لا يمكن الأخذ بصدقية بالغة حديث بايدن عن محاولة عقاب بعض هؤلاء المتطرفين لكن لتلاحظ أن حتى الأطراف الغربية تواجه نوع من الحرج وهي تلتقي بشخصيات متطرفة كهذه بينما الحكومة البحرينية الحكومة الإماراتية يعني تذهب ضاربة بعرض الحائط يعني أبسط لنقل المبادئ التي يفترض أن ترعاها الدساطير والناسبة يعني أليس الدستور الإماراتي والدستور البحريني يتحدث عن العروبة ويتحدث عن الإسلام أليس الجامعة العربية فتحدث طوال 70 سنة الآن عن أولوية القضية الفلسطينية نعم يعني حتى الأدبيات العربية البائثة أصلا التي لا تحول إلى برنامج عمل أصلا يتم العمل اعتدنا أن يتم الغض البصر عنها الآن يتم العمل نعم أستاذ عباس نعم أعتذر على المقاطعة وأشكرك جزيلا مع قتامي هذه الحلقة بس بوصفان الكاتب الإعلامي البحريني من لندن عبر الهاتف شكرا لكم مشاهدين الكرام على المتابعة هذية طيب المناثي أمان الله